في مثل هذا اليوم وقبل أربع سنوات في السادس والعشرين فبراير شباط 2014 خرج عشرات الألاف من التطار والأوكرانيين لتظاهر أمام مبنى برلمان القرم لعدم السماح بتصويت النواب لصالح ضم شبه جزيرة القرم لروسيا عاد المشاركون في هذا التجمع إلى منازلهم معتقدين أن المهمة قد نجحت لكن مبنى البرلمان كان قد اختطف من قبل القوات الخاصة الروسية حول هذه الأحداث والموقف البطولي للدفاع عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية في تقرير الزميلة أولغا ميخيلوك عاشت أوكرانيا فترة عصيبة من تاريخها إطلاق نار في الميدان الأوروبي في العاصمة كييف أودى بحياة الكثيرين ومزاج موال لروسيا في شبه جزيرة القرم هذا ما يتذكره نائب مجلس تتاري القرم أختم تيغوز عن تلك الفترة حيث خرج نشطاء الأوكرانيون والقرميون في تجمعات بجانب المباني الحكومية لشبه جزيرة القرم بهدف الوقوف في وجه قرارات روسيا بدعم من مجالس المدن في القرم قبيل تاريخ السادس والعشرين فبراير كانت هناك العديد من الزيارات لرئيس برلمان القرم إلى روسيا وكانت هناك محادثات نشطة وراء الكواليس وكانت هناك مطالب لروسيا على المستوى المحلي كان رئيس برلمان القرم لا يعترف بالمعارضة وغير متفق مع إدماج أوكرانيا أوروبيا ولا يرى في غير روسيا صديقا وفي الخامس والعشرين من شباط فبراير اجتمع أمام مبنى البرلمان في سنفروبل ممثلون عن نظامات مؤيدة لروسيا حيث تحدث رئيس برلمان القرم والديمير كوستانتينب أمامهم وأعلن عن عقد دورة استثنائية يوم السادس والعشرين من فبراير القوى المؤيدة لروسيا قدمت إنذارا إلى سلطات القرم إلى نواب البرلمان في شبه الجزية بأنهم إذا لم يتخذوا قرارا بشأن الطابع الانفصالي في السادس والعشرين فبراير فإنهم سيبدأون في الاستلاء على مبنى البرلمان في ذلك الوقت اتصلت برفعة شباروف رئيس مجلس شعب تطر القرم وسألته عن ماذا سنفعل وقال دعونا نفكر فيما سنفعله وعلى هذا الحوار انتهينا كان من الضروري اتباع الديناميكية اللازمة أعلن أعضاء مجلس تطر القرم عن إجراء احتجاجا أمام مبنى البرلمان في صباح السادس والعشرين فبراير عندما قدمت مع مجموعة بخش صراي كان هناك عشرات الألاف من الناس في باحة البرلمان وكان يتواجد هناك أيضا مجموعة من الشرطة وإلى جانبها مجموعة من الميليشيات ليس متفرقين ولكن مع بعض كان القزاق ذو التوجهات الروسية لقد دعوهم للحضور ففي جهة كانت هناك شعارات على القرم روسية وفي الجانب الآخر وبشكل أقوى القرم أوكرانية هكذا كان المزاج العام والرئيس للناس من بين النشطاء الداعمين للموقف الأوكراني كانت تتري مصطفى ديجيمينجي ذو الخمسة والعشرين عاما الذي كان دائما ما يشجعه والده على اتخاذ موقف واضح والدفاع عن حقوقه ترك الوالد ابنته وزوجته في المنزل وخرج مع ابنه مصطفى للتظاهر أمام مبنى البرلمان كل شيء حدث أسمع كثيرا عندما أحضر قافلة من سيفاستوبل لمجموعة من المحرضين وبطبيعة الحال وفي ذل الوجود الكبير للناس هنا كان صراخ وكانت بعض المعارك طالب رئيس مجلس تتاري القرن رفعت شباروف المتحدثة باسم البرلمان بإلغاء الدورة الاستثنائية لتجنب المواجهات وبحلول منتصف النهار تجمع أمام مبنى البرلمان حوالي عشرين ألفا من السكان الأوكرانيين المحليين وأربعة آلاف من الموالين لروسيا فصلت بينهم حينها قوات الشرطة لم تعقد دورة برلمان القرن في ذلك اليوم وبعد أن أجبر النشطاء الأوكرانيون مؤيدي روسيا على الانسحاب عادوا إلى منازلهم وفي ليلة السابع والعشرين من فبراير سيطر مسلحون مجهولون على مبنى مجلس البرلمان وبعد ثلاثة أسابيع أعلنت روسيا ضم شبه جزيرة القرن وبعد مرور عام بدأ اعتقال الناشطين على خلفية مشاركتهم في مسيرات السادس والعشرين من شباط فبراير وهم أختيم تشيغوز علي أسانوفا ومصطفى ديجيمينجي واتهم خمسة ناشطين آخرين بتنظيم أعمال شغب جماعية أخي كان في مكان عمله سد الطريق وكانت الشرطة في حال التأهب وضعوه على الأرض وبدأوا يوجهون له التهم وكانت أمي معه في ذلك الوقت وقالت لماذا تقبضون عليه فقالوا إنه مجرم وقالت ما هي تهمته قالوا إنه قام بتعريض حياة المواطنين الروس للخطر ولكن في الواقع ومنطقيا في ذلك الوقت كانت هناك أوكرانيا ولا وجود لروسيا أطلق صراح أختيم تشيغوز من خلال اتفاق الشخصي بين الرئيس التركي وبوتين ويستمر التحقيق في قضايا المتهمين السبع الآخرين في القضية ضموش من جزيرة القرم لم يعترف به أحد في العالم وقد اعتمدت القرارات ذات الصلة ولا سيما من قبل الأمم المتحدة مجلس البرلمان الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا